السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حابة يبنى طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية 2023 الكل طبعا منتظر النتيجة ربنا وفقك يا رب وكل واحد ينول اللي يتمناه بنفكر حضراتكم ان على القناة حاجات ان شاء الله تستفيدوا منها كتير مؤشرات القبول للكليات والمعاهد المختلفة بالاضافة حاجات كتير ان شاء الله تستفيدوا منها اما عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 انتهت اعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية بجميع مراكز التصحيح على مستوى الجمهورية البالغ عددها 16 مركز وهي القاهرة القليوبية المنوفية الغربية كفر الشيخ الشرقية الدأهلية البحيرة الجيزة الفيون بني سويف المينيا أسيود سهاج قينة الأقصر وبعد انتهاء اعمال التصحيح تتم الآن عمليات الرصد والمراجعة وتحديد الاوائل لكل شعبة ومن ثم تحديد الاوائل على مستوى الجمهورية وتعقد مشاقة الازهر بأمر لا مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 ومن المقرر يا شباب ان النتيجة هتكون نهاية الاسبوع الحالي او بالكتير مطلع الاسبوع المقبل ومن المنتظر ان يتصل الامام الاكبر الدكتور احمر الطيب شيخ الأزهر الشريف بأوائل الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 بجميع الشعب وتهنئتهم بنجاحهم وتفوقهم خلال الايام المقبلة ربنا وفقك يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمناه وتكونوا من المتفوقين بل وتكونوا كمان من الناس اللي هتصل بيهم الامام الاكبر الدكتور احمر الطيب شيخ الأزهر الشريف ورابط النتيجة اسفل الفيديو بتاع النهاردة ربنا وفقك يا شباب وكل واحد ينول اللي يتمناه عجبك الفيديو ما ننساش اللايك والشير ولو اول مرة حضرتك تشاهد فيها القناة شرفني بالاشتراك وننساش فعيل الجرس عشان ان شاء الله يجي لكل جديد وتشارك الفيديو عشان غيرك يستفيد كان معكم مستر احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته